اشتركوا في القناة شكرا جزيلا أستاذ شكرا مشاهدين الكرام سنتعرف في هذه الحلقة على قيمة جليلة عظيمة لو عززت ورسخت في قلوب الناس وسلوكاتهم لقضينا على العديد من السلوكات المشينة داخل المجتمع سنحاول إن شاء الله أن نكتشف هذه القيمة من خلال مشهد تمتلي ثم بعد ذلك نواصل الحوار مع الأستاذ الفاضل فلنتابع جميعا شكرا 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 مشاهدين بعد أن تبعنا هذا المجهد التمتلي نود أن نسأل الأستاذ المحترمة ما هو تعليقك حول هذا السلوك الوارد في هذا المجهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الواقع هذا المجهد التمثيلي جسدت فيه هذه الأم يعني خلقا من أخلاق الإسلام العظيمة وقيمة من قيمه الجليلة وهو قيمة الإيثار وهي قيمة الإيثار معنى أن هذه الأم آثرت يعني هذه الصديقة أو ربما هذه الجارة على نفسها فضلتها على نفسها وعلى ابنها فهذا الإيثار يعني ممارسة أخلاقية عالية جدا ربما تجسدت في فعل الأم وتربي بها هذا الإبن يعني تربيتها لهذا الإبن هي تربية بالفعل تربية بالقدوة حتى ينشأ على هذا الخلق أستاذ الفاضلة الكثير من الناس قد يعرف الرحمة المودة البر مفهوم ومصطلح الإيطار ما هو نعم إذن هذا الخلق أو معنى الإيثار بصفة عامة يقصد به يعني أن يفضل الإنسان غيره على نفسه يعني النفوس في العادة جبلت على ماذا؟ على محبة الخير النفسي وعلى تفضيل النفسي وهذا الذي اكتسب صفة الإيثار والذي تحلى بصفة الإيثار العادة فيه أنه يفضل غيره في التعامل في البذل في العطاء في الخدمة على نفسه وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إذن الإنسان الذي يتحلى بهذه الصفة إنسان لا تعرف نفسه الأنانية لا تعرف نفسه الفردانية لا يتميز بالنظرة الأحادية هذه الممارسة ممارسة خلق الإيثار يقصد بها أن تعم السعادة الناس جميعا أن يقتسم الناس جميعا الخير أن يقتسم الناس جميعا الفضل بمعنى أن تعم الفائدة على أكبر قدر ممكن فالإنسان الذي يوثر غيره على نفسه يقدم دون مقابل يستحضر المصلحة العامة ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية أستاذ الفاضلة هل يصح للإنسان أن يقدم الآخر على نفسه؟ نعم هل هذا ممكن؟ نعم هذه إذا تحدثنا عن الجود وعن الكرم وعن السخاء فإننا نتحدث عن بدل الإنسان مع إبقاء الشيء لنفسه أن يبدل الإنسان لغيره مثلا ما لا حاجة له به أو أن يقتسم الإنسان ما عنده مع غيره ولكن الإيثار درج رفيع عالية جدا الإيثار معناه أن يبدل الإنسان مع الحاجة يعني فهذه أعلى درجات السخاء أعلى درجات الكرم لو سمحت أستاذ الفاضلة حتى نوضح للمشاهد الكريم أي أن الإنسان قد يملك شيئا ثم يبدله للآخر نعم ويترك نفسه في حاجة إلى ذلك الشيء وهو محتاج وهو محتاج قد يكون الإنسان مثلا مشغولا لا يملك وقتا عنده عمل وعنده أبناء وعنده كذا وكذا ويعرف أن غيره مثلا محتاج إلى زيارة الطبيب محتاج إلى مساعدة معينة محتاج إلى أن يقضي معه حاجة فيضحي بوقته ويضحي بوقت أبنائه ويضحي بما يملكه لأجل أن يمشي مع أخيه في هذه الحاجة قد يكون الإنسان عنده كما لاحظنا في هذا المشهد التمثيلي عنده ما يكفيه من المال ويقدم غيره على نفسه إذن قلت الإيثار هو أعلى درجات الكرم أعلى درجات البذل قمة التضحية نقيضه وعكسه الأنانية البخل الشح حب التملك قد يصل الإنسان احتين درجات الحسد والبغض والإيثار ضده الأثرة الله صبرك وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بارك الله فيك أستاذ الكريم أستاذ الكريم كما تفضلت بأن هذا الخلق وهذه القيمة لها معاني عظيمة فما هي تجليات الإيطار على الفرد والمجتمع نعم إذا قلنا إن الأثرة هي حب النفس هي حالة من الأنانية والفردانية فإن الإيثار هي محبة الغير وهي تفضيل الغير هذه المحبة التي تقع بالبذل تقع بالمساعدة تقع بالعون تقع بما يملكه الإنسان قليلا كان أو كثيرا إذا كان المجتمع يتحلى بها فإن هذا من شأنه تقوية العلاقات الإنسانية بين المجتمع من شأنه يعني أن يعين أفراد المجتمع على التخلص من النظر الأحادية فهذا يبدل وهذا يعطي وهذا يقدم وهكذا فالذي يقع هو حال من التماسك والتكافل والتعاون والمحبة من شأن هذا أن يقلل من ناحية المادية مثلا من الفروق الاقتصادية ومن الفروق المادية أن يعين الإنسان أخاه على نوائب الدهر على هكذا فكل هذا من شأنه أن يخلق مجتمعا متماسكا قويا زد على ذلك أن من أكبر آثار هذه القيمة الأخلاقية العظيمة قيمة الإيثار هو رضا الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تنفقوا مما تحبون بمعنى لن يصل الإنسان إلى درجة البر حتى ينفق مما يحب وهو في حاجة إليه وهو في حاجة إليه وهو يحبه فيعطيه لماذا فكأنه يهذب نفسه ويروضها حتى يقتسم الفضل والخير والسعادة مع غيره أستاذة الفاضلة فعلا هذا الخلق خلق عظيم كيف يمكننا أن نشجع أنفسنا على التطبع بهذه القيمة النبية نعم هو في الحقيقة هو خلق عظيم وخلق يعني من الأخلاق التي تحتاج إلى يعني رياضة وإلى مجاهدة وإلى مكابتة نفسية ليس من السهل أن يقدم الإنسان غيره على نفسه صحيح يعني هذه ليست مسألة بسيطة يعني جدا ممكن أن نقول قد يتعلمها الإنسان ويسمعها فيمارسها يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى محاولة وإلى تعلم وإلى رياضة نفسية كبيرة فالنفوس كما قلت يعني جبلت على ماذا؟ على حب الخير للنفس حتى إن قدمت الخير الغيرها فإنها تقدمه مع عدم حرمان نفسها الإيثار درجة عالية ولكن إذا تحدثنا عن يعني الإيثار فإننا نتحدث عن ماذا؟ عن حضوض الدنيا فقط معنى هذا إذا قلنا أن الإنسان يقدم غيره على نفسه فإنه يقدم هذا الشخص على غيره في حضوض الدنيا في المالي في البدلي يعني في قضاء الحوائجي كيقول نبي صلى الله عليه وسلم من مشان في عاجة أخيه مشى الله في حاجته من فرج عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ولكن في الطاعات في القربات في العبادات لا إيثار في القربات والطاعة معنى هذا الكلام معنى ممكن أن يؤثر الإنسان غيره يعني بمعنى يقدم الغير في المال في المساعدة في البدلي في غيره ولكن في الطاعة لا يقدم غيره نفرض مثلا أن شخص عنده ماء الوضوء وفي مكان يعني ليس فيه ماء فلا يمكن أن يقدم غيره وعطيه ماء الوضوء يقول أنا أوثرك على نفسي لا إيثار في القربات إذا كان مثلا الإنسان في الصف الأول وجاء غيره مثلا يقول تقدم مثلا في الصف الأول في الصلاة لا إيثار في القربات وغيرها من المسائل لماذا؟ لأن هذه القربات طاعات والطاعات يقصد بها ماذا؟ التعبد لله عز وجل التقرب من الله عز وجل فهذه يبدوها الإنسان ولا علاقة للإيثار بها إذن عندما نتحدث عن الإيثار فإننا نتحدث عن حضوض الدنيا عن حضوض الدنيا يعني البدل بالمال والجود والمعاونة والمساعدة الغير والإحسان وهكذا وإلا إذا تعلق الأمر بالعبادات وبالقربات فهذه القاعدة مقررة لا إيثار في القربات بارك الله فيك أستاذ الكريم هذه القيمة كما سمعنا من فضلتكم تدعو إلى التضامن تدعو إلى التكافل فهل يمكن أن نمارس هذه القيمة اتجاه الوطن؟ نعم يعني في الواقع أول ما يمكن أن يقدمه الإنسان على نفسه في علاقته بالنس في علاقته بمجتمعه أن يقدم وطنه أولا أن يقدم وطنه أولا وهذا الحس حس المواطنة يجب أن يحضر فيه خلق الإيثار مشكل كبير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى مكة المكرمة وهو خارج منها مطروض منها ماذا يقول؟ إنك أحب أرض الله إليه يعني يحبها وربما حب مكة المكرمة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على حب نفسه فإن كمال الإيمان يعني يقتضي حب الأوطان يعني ما معنى هذا الحب؟ كيف يكون هذا الحب؟ المحبة القلبية فقط يعني حتى يثل الإنسان وطنه على نفسه يحتاج إلى بناء وطنه إلى إعماره وهذا البناء والإعمار يحتاج إلى إخلاص إلى بذل إلى إيثار من هذا نقول يعني عندما نتحدث عن المصلحة العامة مصلحة الوطن العامة فإنها في جميع الأحوال إذا تعارضت مع المصلحة الخاصة فهي مقدمة عليها الأصل هو أن يحصل الإنسان المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولكن إذا تعارضتها فإن المصلحة العامة مقدمة مقدمة لذلك نقول إن موالاة الوطن ومحبته تقتضي هذا النوع من البذل تقتضي أن يظهر هذا السلوك يعني قولا وأن يظهر فعلا إيثار الوطن ليس شعورا فقط ليس شعارا فقط هو مسؤولية هو مسؤولية يجب أن يبادل الإنسان يجب أن يحفظ مصالحه الخاصة وأن يحفظ مصالح العامة يجب أن يحرص على مصلحته الخاصة وأن يحرص على المصلحة العامة إن تحقق في الإنسان هذا المعنى الكبير فإنه قد حافظ على أهم القواعد التي تنبني عليها الشريعة الإسلامية وهي أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة أستاذة الفاضلة وهذا ما جسده المغاربة أثناء قضية الدفاع عن الوطن والوحدة الطرابية وكذلك أثناء استرجاع الأقاليم الصحوية رأينا أن المغاربة خرجوا عن بكرة أبيه من كل المناطق في الشرق والغرب والشمال الكل وراء جلالة مغفور له الحسن الثاني رحمه الله تعالى بمعنى رأينا أن المغاربة قدموا المغاربة عامة قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن العزيز إذن من هنا نرى أن فعلا من الصفات التي تصف بها المغاربة هي الإيطار الإيثار وإيطار الوطن نعم وحب الوطن وتقديم وحب الوطن على كل شيء يعني في الحقيقة ذكرني كلامكم أستاذ يعني بقول الشاعر سق الله أرضا لو ظفرت بتربتها كحلت به من شدة الشوق أجفاني يعني تراب الوطن يعني لا يفرط المواطن في ذرة منه يعني ولو كلفه ذلك ما كلفه صحيح الشاعر أحمد شوقي يقول وللأوطان في دم كل حر يد سلفت وذين المستحق هذا الوطن قدم الشيء الكثير يعني لأبنائه يعني أقل ما يقدمه أبنائه إليه أن يقدموا أنفسهم عليه فإن احتاج الوطن إلى أبنائه سواء تعلق الأمر بالوحدة الترابية سواء تعلق الأمر بالمصالح العامة سواء تعلق من صغائر الأمور إلى الأمور الكبيرة كلها يجب أن يكون الوطن فيها مقدما وهو الذي تنبني عليه هذه القاعدة التي قلت المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة مقدمة في جميع الأحوال إذا اتفقد فالمصالح كلها تتحصل ولكن إذا تعرضت تقدم المصلحة العامة لذلك قلت إن خلق الإتار يدفع الإنسان إلى أن يتجاوز المنفع الذاتية إلى أن يتجاوز المنفع الشخصية أنا قلت من أكبر الموضوعات وهو موضوع الوحدة الترابية وهو موضوع وحدة الوطن وهو موضوع الدفاع والدب عنه إلى أصغر الأمور صحيح فالإنسان بطبعه وعادته نبدأ بالمسائل التي قد تقع في حياة الناس العادية يحرص على نفسه وعلى بيته وعلى نظافته وعلى ترتيبه فإن خرج إلى الشارع كان أقل حرصا صحيح يحرص على منفعته الذاتي الشخصية ولا يحرص على منافع العامة في تربيته لأبنائه وتعليهم وهكذا يقلمهم ويحرص عليهم فإن كان في مقام التعليم لم يحرص على أبناء وطنه كما يحرص على أبنائه وهكذا فإن تعلم الإنسان تجاه وطنه يعني هذا الخلق من هذه المسائل الصغيرة سيصل إلى ماذا؟ إلى أن حبه لوطنه سيكون مقدما في جميع الأحوال سواء تعلق الأمر بالقضايا الصغيرة أو تعلق بالقضايا الكبيرة برق الله فيك يا أستاذ الفاضل إذن كما رأينا بأن قيمة الإطار قيمة ممتدة نعم ممتدة في كل الأمور التي نمارسها في حياتنا اليومية كما قلت بأن الإنسان يكفيه فقط أن يجتهد ويكد فهذا فيه إطار للوطن بمعنى أن هذا يشجع على الطاقات الإيجابية داخل الوطن أن الإنسان إذا حرص على أداء الحقوق الغير كعمال كشركة إلى غير ذلك أداء الحقوق العمال إلى آخره فهذا فيه إطار للوطن ومحبة الوطن وغير ذلك إذن أستاذ فالإطار يمكن أن نقول أنه لا ينحصر فقط في متاع الدنيا فقط كالمال والأشياء التي نمتلكها بل حتى يمكن الإنسان أن يوتر الآخر بوقته بعمله بعلمه بجهده أليس كذلك أستاذ الفضل؟ فإذا كان هذا الخلق في الحقيقة يتضح منه أن الإنسان يوثر غيره على نفسه راف الأخير والسد إذا كان الأمر متعلقا بعموم أفراد المجتمع والوطن فإن هذا يعود بالضرورة واللزوم على أبنائه الإنسان إذا قدم لوطنه أو قدم إلى مجتمعه أو قدم إلى حيه أو إلى مدينته أو إلى سكان بنايته الخير والبدل والمعاونة والمساعدة وهكذا فإن هذا يعود عليه بالنفع حتى ولو لم يكن نفعا شخصيا قريبا ضيقا لأن هذا إن عم المجتمع فإن جميع أفراد المجتمع يعني تستفيد منه وتعيش فيه وبعد ذلك يتربى الأبناء على هذا الخلق ويسير هذا الركب على هذا النحو فيكون المجتمع كله متماسكا يوثر بعضه بعضها بارك الله فيك أستاذ الكريمة نحن هنا نتحدث عن قيمة الإطار وكنا بأن تقدم غيرك على نفسك وهذا شيء فعلا صعب ولكنه بعد التمسك به والمداوم عليه يمكن الإنسان أن يتطبع به أستاذة الكريمة نريد أن تقدم لنا بعض النماذج التي ضربت أروع الأمثلة في هذه القيمة نعم بالحقيقة يعني نماذج كثيرة يعني يمكن أن نختصر منها احتراما للوقت نموذجا من نماذج السخاء واصطناع المعروف يعني الذي جسد قمة الإيثار يعني في قصة ذكرات في القرآن الكريم ونوه بها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حيث نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد يعني عند أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله يعني رجل من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحب ضيف رسول الله إلى أهله ثم وضع له الأنصاري وضع له الطعام وأمر مرأته بإطفاء السراج يعني بإطفاء الأنوار وجعل الرجل من الأنصار يمد يده إلى الطعام وكأنه يأكل وهو لا يأكل وهذا هو الغرض الذي لأجله أطفاء الأنوار لماذا حتى يأكل الضيف دون أن يشعر بحرج فلما أصبح الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري لقد عجب الله من صنيعكم الليلة في ضيفكم تعجب اللهم ما صنعتم ونزل قوله تبارك وتعالى ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بمعنى يقدمون غيرهم على أنفسهم وهم في حاجة وهم في حاجة من الخصاصة هذه النماذج هي التي يجب أن يحيى وأن يعيش بها المجتمع من الأمثلة كذلك قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد المبشرين بالجنة هو زوج رقية وأم كلثوم يعني عثمان بن عفان عرف واشتهر بالكرم واشتهر بالحياء واشتهر بالإنفاق يعني لما قدم الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة مهاجرين من مكة لم يستسيغوا ماء المدينة لم يستسيغوه يعني كان ماء المدينة مختلفا عن ماء مكة المكرمة وكان بالمدينة المنورة كان بها بئر هي بئر ورملة هكذا تسمى وكان ماءها عذبا وكان الصحابة المهاجرون يستقون منها بالمال يعني يشترون هذا الماء بالمال فحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرائها يعني قال لهم من يشتري هذه البئر فاشترها عثمان بن عفان عثمان بن عفان ووعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين في الجنة يعني أن يشتري الإنسان بئرا يعني تحتاج إلى مال كبير وعثمان بن عفان آثر غيرهم من الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة المنورة ولم يستسيغوا ماءها آثرهم على نفسه وجعل هذه البئر وقفا على المسلمين المقابل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بعين في الجنة يعني الإيثار يعني نتائجه وفضله لا تنحصل فقط في الدنيا وإنما تمتد إلى الآخرة بارك الله فيك أستاذ الكريمة إذن نقول بأن خلق الإطار وقيمة الإطار تدعو إلى أو من نتائجها من آطارها التماسك المجتمع والتكافل بين الناس ولا تكاد تجد محروما بين الناس في حالة إذا نفذنا وإذا نزلنا هذا الخلق فيما بيننا أستاذة الفاطلة نريد أن نوجه بعض الانتزامات التي ينبغي أن نتمسك بها جميعا من أجل ترصيخ وتعزيز هذه القيمة في حياتنا اليومية نعم إذن في الواقع أستاذ يعني تعزيز هذه القيمة كما قلت ليس من السهل من كان يعني متخلقا بهذه القيمة قيمة الإيثار من كانت يعني أصيلة فيه فهو لا يحتاج إلى تكلف ولكن من يفتقد هذه القيمة من يفتقد قيمة الإيثار بمعنى لا يجد من نفسه القدرة على الباذل والقدرة على العطاء لا بد وأن يعني يبذل لأجل هذه القيمة الشيء الكثير حتى يتحصلها نعم شايتك نقول دائما إنما العلم بالتعلم والحب بالتحبب والحلم بالتحلم كذلك البذل يجب أن يقع بماذا؟ بالمجاهدة وبالرياضة لو سمحت أستاذ الفاضلة هل يمكن أن نقول أن الصدقة باب من أبواب الإيطار بمعنى تفتح لصاحبها الباب حتى يعود نفسه على العطاء يتعواد فإذا تعود على الصدقة وتعود على البذل وتعود أن يعطي حتى وإن كان يعطي يعني أقل ما عنده مما ليس يحبه فإنه إن استمر يعني على هذه التربية واستمر في اصطناع هذا النوع من المعروف يعني هذا النوع من الرياضة كما قلت الرياضة النفسية فإنه قد يصل بنفسه وهو يعني يعني يصر عليها إلى أن يصل إلى هذه المرحلة مرحلة الإيثار ليس مع أبنائه وليس مع والديه وليس مع أهله فقط وإنما مع عموم الناس جميعا الله تبارك وتعالى يعني على هذه النية يرزق الإنسان إذا يعني تحلى بخلق الإيثار يصل إلى مرحلة من ضبط النفس يصل إلى مرحلة من ضبط الشهوة ره السعادة أستاذ في الحقيقة رهي في العطاء لا في الإمساك الذي يكون سعيدا يعني حقيقة هو الذي يعطي ليس الذي يمسك فإن جربها الإنسان وعاش بها فإنه يكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة والذي يظن من نفسه أنه إذا أمسك سواء يعني من ماله أو من جهده أو من أي شيء يدخل السرور على نفسه أنه سيكون بذلك سعيدا السعادة عندما تقتسم وتنشر تكون أعم وتكون أحسان وتكون أكثر ويكون يعني نفعها على الجميع أسعد الله وأوقاتك بكل خير الأستاذة الفاضلة مشاهدين الكرام كما قالت الأستاذة الفاضلة بأن السعادة تكمن في الإطار في العطاء في البدل نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتجزيدي وتنزيل هذه القيمة ونرصخها في نفوسنا ونربي عليها النشأ ونربي عليها أنفسنا وننزلها في واقعنا اليومي إلى هنا تكون حلقتنا وصلت إلى نهايتها جمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا